قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بيحكي فيلمنا عن عصابة خطيرة بتهجم على أسرة مكونة من ثلاث أفراد علشان تسرقهم لكن بيحصل حاجة غير متوقعة تماماً والأمور بتكبر منهم يا تر ايه اللي ها يحصل خلونا نكمل الفيلم ونشوفها يحصل ايه فيلمنا بيبدأ بواحد مخطوف جوالغابة ايديه مربوطة ووشه ملفوف لكن بيقول لسه عايش بس مش قادر ياخد نفسه وبيقوم ويمشي بصعوبة وبيقع وبيقوم لحد ما أخيراً بيوصل للطريق وبتيجى عربية بتخبطه وصاحب العربية بينزله بسرعة وبيشيل الغطى من على وشه وبيكون متبهدل ووشه كله دم وبياخد موبايله وبيرن على بنته ميجان وبيقول لها ما تفتحش الباب لأي حد مهما كان وبيطلب منها ترن على الشرطة بسرعة لكن ميجان بتصدمه لما بتقوله انهم هنا موجودين في البيت وللأسف قتلوا أمها بعد كده بنشوف هيامي وهو ماشي بعربيته وبيوصل لبيته الجديد اللي هيعيش فيه مع عمرته مرتا والبيت بيكون فيه عمال كتير بيرتبوا البيت ليهم وبنشوف مرتا وهي بتتكلم مع إيسا بنتها وبيتخنقوا سوا وده لإن إيسا عايزة تخرج تروح الحفلة مع أصحابها النهار ده بالليل لكن مرتا بتكون رفضة وبيفضلوا يجدلوا سوا وبييجي العامل يحط أغراض إيسا في الأوضاء وهي بتاخد بالها إنه متعور في إيديه وهو بيقول لها حدث بسيط وبيكون شايل أدوات الجولف على دهره وبيسألها لو بتلعب جولف بس هي بتعرف إنه ده بيكون بتاع باباها ولما بيروح يودى حاجات هيامي وبيشوفه وهو بيحط ورقة في الخزنة وبيطلع هيامي يكلم مرتا امراته اللي بتكون مشغولة بترتيبات البيت الجديد وبتعمل تلفوناتها وبيكونوا فرحانين بالبيت الجديد وإنهم هيقضوا فيه عطلة كويسة وأخيرا هيتجمع هم التلاتة سوا وبتاخد بالها إن هيامي بيدي البنته فلوس علشان تخرج رغم إنها رفضت خروجها للحفلة مع أصحابها بس مش بتهتم بسبب انشغالها مع العمال بترتيبات البيت وبالليل بتاخد إيسا شاور وبتجهز نفسها علشان تخرج مع أصحابها وتروح الحفلة ولما بتروح بتعرف مامتها إنها هتخرج لكن مرتا بتكون لست رفضة فكرة خروجها من البيت الليلة علشان ده أول يوم ليهم في البيت الجديد وعايزة يتعايشوا سوا ويحتفلوا زي أي آلة طبيعية لكن إيسا بتعرفها إن باباها وافق وهي هتخرج وبتكون مصممة على رأيها وبتدخل علشان تغير عدمها وده بيدايق مرتا جدا وبتروح تتكلم مع هيامي وبتعدبه وبتقوله إنه مش بيساندها وبيعمل عكس اللي هي عايزاه مع بنتهم إيسا دايما وإنها كانت عايزة أول ليلى ليهم في البيت الجديد تكون مميزة ويتعايشوا سوا ويسمعوا التلفزيون زي أي عائلة سعيدة مع بعض لكن هو بوز لها كل ده لما وافق يخلي إيسا تعمل اللي هي عايزاه وتروح الحفلة وبيقول لها إنه هيتعشى معاها وهيؤدو وقت ممتع وإن بنتهم بقى عندها 18 سنة وما بقتش صغيرة ولازم تستمتع بحياتها ويدولها حريتها علشان ما تتعقدش منهم لكن فجأة إزاز الشباك بينكسر وبيهجم عليهم واحد من الشباك وبيضرب هيامي وبيوقعوا على الأرض ولما بتشوفوا إيسا بتطلع تجري وهي مرعوبة وبتفتح باب الشقة علشان تهرب منه لكن بتلاقي اتنين من العصابة داخلين عليها وبيحاول يمسكوها وهي بتفضل تصرخ بصوت عالي لحد ما بيخبطها واحد منهم في الحطة فبتقع وبيغم عليها وبعد كده بنشوفهم وهم قاعدين على الكنبة وإيسا بتكون بتنزف من دماغها والعصابة بتفضل تسرخ وبتلم كل حاجة حواليهم وبتكون إيسا مرعوبة جدا وهيامي ومرتا بيحاولوا يهدوها ويطمنوها أن كل حاجة هتكون كويسة والعصابة بتاخد بطيق الاقتمام بتاعتهم وبيأمرهم يكتبوا الأرقام السرية بتاعتهم وكمان يخدوا موبايلات إيسا ومرتا ولما بيسألوا هيامي عن موبايله بيعرفهم أنه حطوا في المكتب ومش فاكر مكانه بالذات وهم بيرنوا على موبايله من موبايل إيسا وبيتتبعوا الصوت وبيروح ياخدوه وبيروح واحد منهم ياخد الموبايل وبيأخد باله من الخزن اللي في قودة المكتب ولما بيرجع بيسأل هيامي عن الرقم السر بتاعها وواحد من العصابة بياخد هيامي وبيمشي بيه وإيسا بتفضل تصرخ لأنها خايفة على باباها اللي بيفضل يترجهم ما يعملوش فيها حاجة والشخص بياخده وبينزل بيه عند جراش العربية وبيشيل القناع من على وشه وهيامي مش بيكون عايز يشوف وشه علشان ما يوردش نفسه معاهم لكن بيضطر يشوفه لأنه بيقوله أنهم هيخرجوا برة مع بعض ولازم يكون شايل الغطى من على وشه علشان ما حدش يشك فيه ويبلغ الشرطة وأنه واثق فيه أنه مش هيعرف الشرطة أو هيعمل أي تصرف غبي علشان ما يئزيش مراته وبنته وهيامي بيأكد له كل كلامه وبيركابه العربية وبيخلي هيامي هو اللي يسوء وبيروحه عند مكانة لسحب الفلوس والشخص ده بيقوله أنا مش هاجم معاك عند المكانة علشان كاميرا المرأبة اللي موجودة هناك وبيأمره يسحك كل الفلوس اللي في البطايق فأسرع وقت ممكن وبيحذره لو عمل أي تصرف غبي منه أو هو شك فيه بيرنى واحدة بسموا موبايله هيخلص على مراته وبنته في لحظة وبيروحه يامي وبيكون فيه واحدة قدامه بتسحب فلوس وبيستغل الفرصة وبيكلمها من دهراء وبيطلب منها ما تتضيارش وتسمع اللي هيقوله وبيطلب منها تساعده وترنى على الشرطة علشان تنقذه في أسرع واق لكن هي بتخافه بتكون متوترة جدا ومن غير أي تفكير بتدله كل الفلوس اللي معها وبتطلع تجري وهو بيكون مرعوب من الشخص اللي معاه يقزي علته وبيجر عليه وبيفضل يقوله ان ده كان سوء تفاهم وان الستة هي اللي كانت خايفة منه وهو ما عملش أي حاجة ولا قال لها أي حاجة لكن هي اللي توطرت وتلعت تجري لكن بسبب التصرف اللي عمله الزعيم مش بيسمع له أي مبررات وبيرنى على بقى العصابة وبيقولهم يعزبه مراته بأقصى درجة ممكنة وهيامي بيكون سمع صوت مراته وهي بتصرخ وبتتعزب وبيفضل يترك جاي يديله فرصة تانية لآخر مرة وهو هيسمع كلامه المرة دي وهيعمل كل اللي هو عايزه والشخص ده بيستجيب له المرة دي وبيقرر يديله فرصة تانية وبيقولهم يبطلوا يعزبوها لإنه بيفكر يديله فرصة تانية وبياخدوا عندي مكنة تانية وبيخليه يسحف الفلوس فيه دوء ومن غير أي تصرف غبي وفي البيت بيكون واحد من العصابة متعصب لإن الزعيم خلاه يوقف اللي بيعمله وده لإنه كان مستمتع بتعزيب الزوجة وبيكون عايز يعتدي على إيسا لكن زميله بيمنعه وبيتخنق معاه لإن زعيمهم حذرهم ما يعملوش أي حاجة من دماغهم ويستنوا منه الأوامر هوه وبس وبيجي شخص يخبط الباب عليهم وبيكون داسي زار حبيب إيسا اللي جاي يخدها علشان يروحوا الحفلة وهي بتفضل تصرخ بصوت عالي علشان يسمعها لكن العصابة بتكتم بقها هي وما متها وبيحذرها لو طلعت صوت هيقتل أمها من غير رحمة ودام عينيها وبيروحوا يفتحوا للباب وبيحصروه وواحد من العصابة بيدربوا وبيفضل يستجوبوا هو بيقولهم إنه زميل إيسا وجاي يخدها علشان يروحوا الحفلة ومش بيكون فهم اللي بيحصل ده ليه لكن إيسا ومامتها بيستغلوا فرصة إنهم مشغولين مع سيزار وبيطلع يجرب سرعة وبيخبوا نفسهم فقودة المغزن بسرعة وبيقفلوا الباب عليهم وهم مرعبين وهنا العصابة بيستخدموا سيزار وبيفضلوا يعذبوها علشان يفتحوا لهم الباب بأي طريقة لكن مرتبة تشيل إزاز الباب وبتحاول تطلع إيسا منه علشان تروح تعرف الشرطة وإيسا بتكون منهارة ومرعوبة ومش قادرة تنط من الشباك من صوت صراخ وتعذيب سيزار اللي بتسمعه وللأسف العصابة بيدربوا سيزار بالنار وبتنهار إيسا وأمها بتشجعها إنها لازم تروح تعرف الشرطة بسرعة ولما بتخرج إيسا وبتطلع تجرب يمسكها واحد من العصابة وبيحاصرها قبل ما تهرب وهيامي بيكون لسه بيسحف الفلوس قدام المكانة وبيحاول يتفاوض مع الشخص اللي معاه علشان ما يقزيش مراته وبنته ولما بيرجعوا للعربية الشخص ده بيطلع له مسدس وبيقوله لو عايز تقتلني قتلني وبيعرفوا إنه مش هموا أي حاجة وبيقوله إنهم هيستنوا لبعد الساعة 12 علشان يكملوا سحب باقي الفلوس وفي البيت بتكون العصابة دخلت إيسا للبيت تاني وهي بتكون منهرة على متحب بها سيزار وبتفضل تعايد بهستيريا وبتلوم نفسها عن اللي حصل وبتحاولوا ما هتهديها وبتقول لها إنهم كلهم ضحايا وما يستهلوش اللي بيحصل فيهم وبيجي واحد من العصابة بيحط مناديل في بققهم علشان يبطلوا كلام وبيقعد في النص بينهم ومرتة مش بتكون قادرة تاخد نفسها وبيشولوا المناديل من بققها وبيفضل يأكل ومش بيكون همه حاجة لكن الباب بيخبط من تاني وهو بيتعصب وبياخد مرتة معها علشان تفتح الباب وبيهددها المرة دي لو ما تعملتش بشكل طبيعي وعملت أي حاجة معجبتهش هيقتل بنتها إيسا من غير أي تردد في لحظة وهي بتكون مرعوبة منه ولما بتفتح الباب بيكون زابط من اسم الشرطة وبيقول لها إن الجيران اشتكوا منهم ويسمعوا صوت صراخة عالي عشان كده استدعوه لكن هي بتقوله إن ده جزها اللي متعود يشغل التلفزيون بصوت عالي بالليل بس الزابط مش بيكون مستريح وبيسألها لو هي كويسة وبتقوله إنها مرهاقة شوية علشان لسه نقلين النهاردة في بيتهم الجديد وعايزة تستريح شوية بس هو بيكون شاكك إن في حد في البيت بيهددها وبيطلب منها تقول كده وبيطلب منها يدخل البيت ومرتة مش بتكون عارفة تتصرف ازاي وبييجي واحد من العصابة بيخلع القناع وبيمثل على الزابط إنه جزعة وبيقوله يدخل وبيفضل الزابط يسأله شوية أسئلة وبيسأله عن بلده الأصلية وانتقل هنا ليه لكن إجابته بتكون معزوزة ومش طبيعية وهو بيرد عليه وده بيزود شكوك الزابط من ناحيته وبيقرر يطول معه شوية والشخص ده بيكون مقرر يخلص علي لإنه حس إن الزابط شك فيه لكن إيسا بتصرخ بصوت علي وبيسمعوها كلهم خصوصا الزابط واللي بيتأكد إن فيه حاجة بتحصل والشخص ده بيطلع السكينة وبيضبح الزابط من غير رحمة وبتنهار إيسا ومارتا وصاحبه بيفضل يزعق له بيقوله إنه مجنول لإنه قتل زابط شرطة ودع وقبه مش هتكون كويسة ولو حسوا إن الزابط تأخر هيبعته فريق وراه علشان يحققوا في اللي حصل وهيقبض عليهم وهيقدمهم من غير أي تردد لكن زميله مش بيكون همه أي حاجة وكمان بيشيل القناع من على وش صاحبه هو كمان وده لإنه مش خايف من أي حد وإيسا ومارتا بيكونوا دلوقتي شافوا شكلهم الحقيقي هما الاتنين بس هو مش بيكون همه أي حاجة ولما بيحاول يرن على الزعين بياخد منه الموبايل وبيحذروا يرن عليه ويعرفوا أي حاجة من اللي حصلت وبيكون عايز ياخد إيسا علشان يعتد عليها لكن مارتا بتترجاه يسيب بنتها في حالها وياخدها هي بدلها وبتفضل تعاية وتترجاه يسيب بنتها إيسا بس هو مش بيسمع لكلامها وبيكسر لها دراعها بكل قوة وبياخد إيسا وبيروح للمخزن والشخص التاني بيحاول يقوم مارتا ويساعدها وبيكون حاسس بالندم من اللي حصل ولما الزعين بيرن عليهم مش بيرده وبيفهم إن في حاجة حصلت معهم في البيت وهيامي بيفضل يسأله لو في حاجة حصلت لعلته وهو مش بيرد عليه وده بيزود قلق هيامي عليهم أكتر وبيشوف عربية إسعاف معدية وبيكون قلقان على مراته وبنته ومفكر إن العربية دي رايحة لبيته والزعين بيقوله إن امراته عايزة تتكلم معه في الموبايل فبيتحمس هيامي إنه هيتطمن عليها وهيسمع صوتها ولما بيروح يركب العربية بيقوله يتحرر بيها وبيكون كذب عليها علشان يخليهم يمشوا من المكان ده بسرعة وفي البيت بتبدأ مرتد فوق وبتلاقي نفسها في القودة مربوطة مع سيزار واللي بيكون لسه عايش وما ماتش والشخص التاني بيكون حاسس بالزنب من ناحية إيسا وبيقرر ينقذها من زميله وبيرح لهم المخزن وبيبعدوا عنها وبيفضلوا يتخنقوا سوا وإيسا بتضربوا بالأبجور على دماغه وبتطلع تجري بسرعة وبتقف الباب الحمام عليها وبيتكون مرعوبة ومش عارفة تهرب منهم في نفس الوقت اللي الزعين بيكون مع هويامي في العربية ومروحين البيت والزعين بيعرفوا إنه حصلت شوية تغيرات في الخطة بتاعتهم وده لإن الفلوس اللي سحبوها من المكانة مش كتير بالنسبة لهم وعلشان كده هيستنوا لتاني يوم وهيروحوا البنج وهنا هويامي بيتعصب عليه وبيعمل حادثة بالعربية وهم فيها وبيموت الزعين أخيرا وبيخرج هويامي من العربية بسرعة ومش بيكون قادر يتحرك وبياخد معه مسدس الزعين وبيمشي بصعوبة في اتجاه البيت وفي نفس الوقت اللي إليسا بتكون لسا في الحمام ومش عارفة تتصرف ازاي وبيهجم عليها الشخص التاني وبتحاول تهرب منه وهي بتضربه وبتحاول تهرب منه وبيفضل يمسكها علشان ما تهربش منه لكن هي بتمسك قطعة حديدة من جنبها وبتضربه بها وبتفضل تضربه بكل قوتها لحد ما بتخلص عليه وأخيرا بتموته وبتقوم تمشي وبتروح تاخد مسدس الزعين اللي مات وبتوجوها على الشخص الأخير وهو بيحاول يعديها وبيقول لها انه مش زي الباقي ومش هيعمل فيها حاجة أو هيأذيها وبيطمنها وبياخد منها المسدس وبيضربها بالألم وبيمشي بسرعة ولما بيوصل هيامل البيت بيلاقيه طالعه في ايديه المسدس وشانطة المسروقات وبيطلع يجري بسرعة وهيامل بيكون مفكره انه قتل مراته وبنته ولما بيدخل بيلاقي بنته قدامه وبياخدها بالحضن وهي بتكون منهارة ومش بتكون مسدقة ان ابوها رجع لهم من تاني وبيسألها عن الدم اللي مغرق هدومها ومش بتكون قادرة ترد عليه وبيسألها عن مارتا وهي بتنده عليهم وبيروح لها وهيامل بيفك ايديها وبيتطمن عليها وبيفرح انهم لست عايشين وكويسين وبياخد موبايل سيزار لكن مش بيكون في شبكة وبيطلع للدور اللي فوق علشان يرن على افراد الشرطة ولما بيرن عليهم بيبلغهم ان فيه ثلاث اشخاص اقتحموا بيته وسرقوه وبيقولهم على عنوان البيت بالتفصيل لكن لسوح حظه بيلق الشخص اللي كان معه في العربية وراه ولسا عيش وبيكون ماسك حديدة وبيضربوا بها بيخلص عليه من غير اي رحمة ولما بتطلع مرتب يكون معها المسدس وبتصوب عليه طلقة لكن مش بتجي فيه ولما بتوجه عليه كمان واحدة بتلاقي المسدس فاضي وهو بيدربها بالنار بيخلص عليها هيا كمان وهنا بتطلع ايسا وسيزار وبيحاول سيزار يهرف في اتجاه الباب لكن الزعيم بيدربوا بالنار وبيقتله وبتكون ايسا وقفة في حالة صدمة ومش قادرة تتحرك من مكانها لما بتشوف بابا همامتها مقتولين قدام عنيها والزعيم بيطلع السكينة وبيطعنها في بطنها اكتر من طعنة وبيخلص عليها هيا كمان وبيخلص فيلمنا على كده لو عجبك الفيلم ما تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد والسلام